العاشرة صباحا بتوقيت جرونيتش الأخبار من بي بي سي أهلا بكم لجنة التحقيق البريطانية في الحرب على العراق تصدر تقريرها بعد سبع سنوات من التقصي تقرير اللجنة يصلت الضوء على آليات اتخاذ قرار المشاركة في الحرب على العراق تظاهرات أمام منزل بلير في لندن للتعبير عن الغضب على قرار الحرب والمشاركة البريطانية فيها أهلا بكم إلى هذه التغضية المباشرة لنقل تقرير لجنة التحقيق في حرب العراق برئاسة سير جون تشيلكوت الذي يقع في 12 جزءا إذاعة ملخص التقرير ستبدأ بعد دقائق وسينشر كاملا اليوم بعد أكثر من سبع سنوات على انتظاره نحن بانتظار بدء الجلسة نتابع التقارير المتعلقة عن الحرب الآن بعد 13 عاما عن اجتياح العراق بدعوة امتلاكه أسلحة دمار شامل تهدد الأمن القومي الأمريكي أنذاك لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن اعتماد ذلك الزعم مبررا مقنعا لتدخلها العسكري في العراق الذي لا يزال يؤثر حتى هذه اللحظة على سياستها الخارجية ليس مع العراق فحسب وإنما مع الشرق الأوسط على وجه الخصوص والعالم بصورة عامة خاصة بعد تأكيد كل لجان التحقيق الأمريكية عند وافع الحرب خطأ المخابرات الأمريكية عندما قالت أن العراق يطور أسلحة دمار شامل قبل الاجتياح الأمريكي هذه هي الصور الحية للمقر حيث من المنتظر أن يدلي سير جون تشيلكوت بخطابه عن التقرير الذي كتبه هو ولجنة التحقيق التي كلفت قبل سبع سنوات بكتابة التقرير عن المشاركة البريطانية في الحرب على العراق عندما قررت إدارة الرئيس الأمريكي سابق جورج دابليو بوش اجتياح العراقي والإطاحة برئيسه صدام حسين قدمت مبررا للحرب تمسكت به بإصرار هو امتلاك العراقي أسلحة دمار شامل تشكل خطرا وشيكا على الأمن القومي الأمريكي قالت أن المخابرات الأمريكية جمعتها كأدلة قاطعة ولكن سرعان ما بدأت الشكوك تثار حول صحة معلومات المخابرات الأمريكية خاصة ما وجد في العراق من أدلة بعيدة الاجتياح وبدأ تدهور الأوضاع الأمنية وهي تطورات أجبرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على تشكيل عدة لجان للتحقق في معلومات المخابرات خلصت جميعها إلى خطأ مزاعم المخابرات الأمريكية بامتلاك نظام الرئيس الضاب حسين أسلحة دمار شامل غيرت حرب العراق الطريقة التي تتخذ بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيون القرارات فالآن يتردد الجميع في استخدام القوى المسلحة ويتخوفون من التدخل أنهم أدركوا أنهم إذا لم يضعوا خطة جيدة قد يحقق نتائج سيئة وهذا أدى إلى تغيير السياسة الخارجية وأقول أن حرب العراق تؤثر اليوم على السياسة الخارجية أكثر مما فعلت في بدايتها وأعتقد أنها ستؤثر على السياسة الرئاسية والسياسة الخارجية على مدى العشرين سنة المقبلة لم يتوقف تحقيق اللجان على إثبات خطأ معلومات المخابرات الأمريكية وحسب بل أكلت خطأ معلومات مخابرات الدول الرئيسية التي حالفت أمريكا في الحرب مثل بريطانيا مثلا والتي تحدثت تقارير عن قيام رئيس وزرائها في ذلك الوقت طوني بلير وقبل عام من الحرب بعرض مساعدات عسكرية بريطانية لأمريكا مما اعتبر تعديدا لرأي يقول أن الرئيس بوش إنما كان يطبق خطة بتغيير النظام في العراق مستخدما أسلحة الدمار الشامل ذريعة فقط كما أنه برغم مرور ست سنوات على انسحابها من العراق تعايش أمريكا حتى يومنا هذا حربا ظنت أنها ستتحول إلى تاريخ وقد تبدت تلك المعايشة في تركة ثقيلة تطورت إلى حرب جديدة بأسلحة نوعية تقاتل عدوا لم يكن موجودا في الميدان قبل 13 عاما بل وسع ذلك العدو الجديد من يدين القتال لتشمل دولة جارة للعراق هي سوريا في الحقيقة ترتبط الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق اليوم أكثر من أي وقت مضى هو درس تعلمته أمريكا فالأخطاء التي ارتكبت بعد الاحتلال ومحاولات وضع برامج عادة بناء غير مرتبة لم تنفذ بصورة جيدة كل ذلك خلق مشاكل معقدة تتمثله في تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من احتلال المزيد من الأراضي مما زاد من قوته وهذا يعود إلى وجود بيئة تدعم نمو التنظيم بسبب العواقب غير المفضلة للاحتلال أثرت حرب العراق بصورة كبيرة على سياسة الانتشار العسكري الأمريكي حوض العالم خلال سنوات حكم الرئيس باراك أوباما الثمانية تمثل ذلك الأثر في دخول رئيس باراك أوباما البيت الأبيض مؤمنا بإسهام حرب العراق في الحق ضرر بعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأوسط الأمر الذي دفعه إلى سحب القوات الأمريكية من العراق وكذلك من أفغانستان لتشهد فترته الرئاسية ارتباط عسكري بالعالم هو الأقل لقمان أحمد بي بي سي واشنطن بعد غزو العراق في عام 2003 تفاجأ صناع القرار الأمريكيون والبريطانيون والعراقيون على السواء بواقع مختلف عما صورته أجهزة الاستخبارات سهمت قرارات خاطئة في أعقاب الغزو في تردي الأوضاع الأمنية في البلاد فيما اعتقد الغرب وآن ذاك بأن إزاحة صدام حسين ستعجل من استقرار الوضع بعد سنوات من الغزو اعترف كل هؤلاء بأنهم قللوا وبشكل كبير من حجم الفوضى التي خلفتها الحرب مرسلنا أحمد ماهر من العراق سقط صدام وتصور الكثيرون أن عراقا جديدا سيخرج من رحم الحرب كان موذج لسأل نعتذر عن قطع التقرير ونتحول الآن إلى حيث سير تشيلكوت يلقي تقريره عن مشاركة بريطانيا في غزو العراق أندك أحييكم مع جملائي وأود أن نذكر الدعم الذي قدمه لنا هذا المقر أثناء استماعنا إلى الإفادات وأيضا اليوم قبل أن أبدأ بياني ربما يجب علينا أن نتذكر المعاناة المتواصلة للأبرياء في العراق وأولئك الذين قتلوا وأصيبوا بجروح في هجمات إرهابية بما فيها الهجوم الأخير الأحد الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 250 لقد تم تعييننا للنظر في سياسة بريطانيا إزاء العراق من بين عامي 2001 و2003 وتحديد الدروس اللازمة للمستقبل إن تقريرنا سيتم نشره على موقع لجنة التحقيق بعد انتهاء كلمتي في عام 2003 لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية شاركت المملكة المتحدة في غزو واحتلال شامل لدولة ذات سيادة ذلك كان قرارا خطيرا للغاية صدام حسين دون شك كان طاغية وحشيا كان قد شن هجمات على جيران العراق وقمع الكثيرين من أبناء الشعب العراقي وكانت هناك التزامات وفقا لقرارات مجلس الأمن لكن السؤال أمام لجنة التحقيق كان ما إذا كان من الصائب والضروري غزو العراق في مارس آذار عام 2003 وما إذا كانت المملكة المتحدة بإمكانها أو كان يجب عليها أن تكون مستعدة أكثر لما تل الغزو لقد خلصنا إلى أن المملكة المتحدة قررت المشاركة في غزو القراق قبل استنفاذ الخيارات السلمية لنزع أسلحة العراق العمل العسكري في ذلك الوقت لم يكن الحل المتاح الوحيد خلصنا أيضا إلى أن تقييم حجم التهديد لأسلحة الدمار الشامل العراقية قدمت بيقين لم يكن له مبرر بالرغم من التحذيرات الكثيرة تم التقليل من أهمية الأساس الذي شنت الحرب عليه إن الحكومة أخفقت في تحقيق أهدافها المعلنة أود الآن أن أتحدث عن بعض النقاط الرئيسية في تقرير اللجنة أولا إن القرار الرسمي لغزو العراق إذا لم يقبل سطى محسين أمر الأمم المتحدة بمغادرة العراق في غضون 48 ساعة اتخذ من قبل الحكومة في مارس آذار 2003 والبرلمان وافق على ذلك القرار ولكن ذلك كان يعتمد على خيارات حكومة توني بلار وزملائه بعد هجمات سبتمبر 2001 حث السيد بلار الرئيس بوش على عدم اتخاذ الإجراءات السريعة إذا العراق ولكن سياسة الولايات المتحدة بدأت بالتغير واقترح بلار بأن بريطانيا والولايات المتحدة يمكن أن ينفذ استراتيجية خاصة عندما قابل سيد بلار مستر بوش في كروفرد بتاكساس في أبريل عام 2001 السياسة الرسمية كانت لا تزال احتواء صدام حسين ولكن بحلول ذلك الوقت كان هناك تغيرا جذريا في تفكير الولايات المتحدة اللجنة الاستخبارية المشتركة خلصت إلى أن صدام حسين لا يمكن لطاح به دون غزو عسكري وقالت الحكومة أن العراق كان يمثل تهديدا يجب التصدي له وهذا كان معناه استخدام القوة إذا لم يلتزم العراق بالطلبات الأممية في كروفرد بتاكساس سعى السيد بلار إلى مشاركة مع الولايات المتحدة لممارسة النفوذ على جورج بوش واقترح بأن يتم تحذير العراق من قبول عمليات التفتيش أو مواجهة الغزو وكتب بلار إلى الرئيس بوش مؤكدا له أنه سيكون حليفا له مهما كان الأمر ولكن كان هناك حاجة إلى تغيرات في ثلاثة مجالات إحراز تقدم في عملية السلام بالشرق الأوسط تفويض من الأمم المتحدة وتغير في الرأي العام في المملكة المتحدة وأوروبا والعالم العربي السيد بلار أيضا لفت الانتباع إلى أن هناك حاجة بالالتزام تجاه العراق على المدى البعيد وفيما بعد حث السيد بلار والسيد سترو الولايات المتحدة على نقل القضية العراقية إلى الأمم المتحدة وقرر الرئيس بوش الاستجابة لذلك الطلب فتم إزار قرار مجلس الأمن بالإجماع قرار 1441 ومنح القرار العراق الفرصة الأخيرة لنزع سلاحه أو مواجهة العواقب وطلب المجلس أيضا بطرح جميع الانتهاكات العراقية على مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنها ولكن خلال ديسمبر قرر رئيس بوش أن المفتشين لن يحققوا النتائج المرجوة وأن الولايات المتحدة تعتزموا القيامة بعمل عسكري في عام 2003 في نهاية يناير قبل السيد بلار الجدول الزمني للولايات المتحدة وبعد أن خلص إلى أن الحل هو الحرب ولكن حاول بلار الحصول على قرار أملي آخر ليؤكد أن العراق لم يلتزم بالطلبات التي قدمت عليه ولكن لم يكن هناك مجال لاستصدار قرار ثاني قبل بدء الولايات المتحدة في العمل العسكري برغم تقارير المفتشين بأن العراق لم تتعاون لم يقتنع معظم الدول الأهضاء في مجلس الأمن أن جميع الخيارات السلمية لنزع أسلحة العراق قد تم استنفاذها السيد بلار والسيد سترو أنحيا باللوم على فرنسا للطريق المسدودة في مجلس الأمن وقال إن الحكومة البريطانية تؤدي عملها نيابة عن المجتمع الدولي ونحن نرى أن المملكة المتحدة كانت تقوض تفويض مجلس الأمن ثانيا لجنة تقيق لم تبدي رأينا عما إذا كان العمل العسكري قانونيا هذا لا يمكن استنتاجه إلا من خلال محكمة دولية معترف فيها لكننا خلصنا إلى أن الظروف التي تخذ فيها قرار بأن هناك أساسا قانونيا لغزو العراق لم يكن مرضيا إلى حد بعيد اللورد جولشميث قال للسيد بلار إن هناك حاجة إلى قرار دولي آخر لتأمين أساس قانوني للعمل العسكري لم يقدم نصيحته لمقر رئيس الوزراء إلا حتى نهاية فبراير شباط وقيل آنذاك إن قرار مجلس الأمن 1441 مثل أساسا قانونيا كافيا القوات العسكرية والخدمة المدنية طلبت مزيدا من الوضوح عما إذا كان استعمال القوات العسكرية قانونيا اللورد جولشميث قال إن الرأي الأفضل هو أنه في المجمل كان من الأفضل القيام بالعمل العسكري دون استصدار قرار دولي ثاني في الرابع عشر من مارس طلب من السيد بلار أن يقر بأن العراق انتهكت قرار مجلس الأمن وفعل سيد بلار ذلك في اليوم التالي ولكن الأساس لذلك الاستنتاج لم يكن واضحا وبسبب خطورة ذلك القرار كان من المفروض أن يطلب من اللورد جولشميث أن يقيم رأيا مكتوبا يوضح فيه رأيه ما يمكن السيد بلار من اتخاذ قراره كانت تلك إحدى المناسبات التي حددتها لجنة تقيق بأن المجلس الوزاري كان عليه أن ينظر في الخيارات المتاحة ثالثا أود أن أتطرق الآن إلى تقييم أسلحة الدمار الشامل في العراق وكيف استخدمت لتبرير غزو الحرب كان هناك اعتقاد متنامن في أجهزة الاستخبارات بأن العراق كان لديها بعض القدرات البيولوجية والكيموية وكانت مصممة على الحفاظ على تلك الأسلحة وأنها كانت تسعى في المستقبل إلى الحصول على قدرة نووية وأنها كانت قادرة على إخفاء أنشطتها عن مفتشي الأمم المتحدة في عام 2002 طرح السيد بلير القدرات العسكرية الماضية والحالية والمستقبلية للعراق وقال إنه في مرحلة ما في المستقبل هذا التهديد سيتحول إلى حقيقة واقعة إن القرارات حول قدرات العراق في ذلك البيان وفي الملف الذي نشر في يوم اليوم طرحت بتأكيد لم يكن مبررا لجنة الاستخبارات المشتركة كان عليها أن توضح لسيد بلير بأن أجهزة الاستخبارات لم تثبت دون مجال للشك بأن العراق كانت تنتج الأسلحة البيولوجية والكيموية وأن تبدل الجهود لمواصلة الحصول على ترسانة نووية اللجنة أيضا قررت أنه ما دامت العقوبات فعالة فأن العراق لن يتمكن من تطوير أسلحة نووية وأنه بحاجة إلى عدة سنوات لتطوير الصواريخ بعيدة المدى في عام 2003 قرر السيد بلير أن الخطر يكمن في حصول الجماعات الارهابية على أسلحة الدمار الشامل وأن التهديد من ترسانة الرئيس العراقي لا يمكن احتواه وأنها تمثل خطرا وشيكا ومباشرا للشعب البريطاني كان قد حذر السيد بلير بأن العمل العسكري سيزيد تهديد القاعدة لبريطانيا ومصالحها وكان قد حذر أيضا بأن غزو العراق قد يؤدي إلى سقوط أسلحة الدمار الشامل العراقية في أيدي الإرهابيين إن الاستراتيجية الحكومية عكست ثقتها في تقييم أجهزة الاستخبارات وهذه التقييمات كانت المقياس لسلوك العراق ولسلوك المفتشين الدوليين في السابع عشر من مارس أذار عام 2003 كان السيد بلير قد حصل على مشورة من رئيس لجنة المخابرات المشتركة بأن العراق يمتلك الأسلحة البيولوجية والكيموية ووسائل إطلاق تلك الأسلحة وقيل لبلير إن ذلك التهديد كان تهديدا كبيرا لكن من الواضح الآن أن السياسة إذا العراق اتخذت على أساس معلومات استقباراتية مغلوطة لم يتم تحديها وكان من المفروض أن يتحداها السياسيون النتائج بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية في عام 2004 لكنها كانت لا بأس بها ولكنها لم تؤيد قرار شن الحرب على العراق وكان السيد بلير والسيد سترو قد وصفا أسلحة الدمار الشامل بأنها مخزون كبير وفي ضوء ذلك قال سيد بلير لمجلس العموم إنه مع أن العراق لم يكن لديها مخزون من الأسلحة التي يمكن استخدامها إلا أن صدام حسين كانت لديه النية لتطوير تلك الأسلحة وأنه كان منتهكا لقرارات الأمم المتحدة ولكن هذا لم يكن التفسير الذي أعطاه لشن العراق قبل بدء الحرب لقد حددنا عددا من الدروس التي يجب الاعتماد عليها في استخدام المعلومات الاستخباراتية في المستقبل لدعم السياسة الحكومية رابعا أود أن أتطرق إلى النقص في التخطيط والاستعداد المساهمة العسكرية كان هناك قرار بزيادة عدد الألوية العسكرية وأن هذه الألوية ستؤدي عملها في جنوب العراق المخاطر لم تحدد بوضوح ولم يتم طرحها على الوزراء والتقرير يعرض إلى النواقص في المعدات العسكرية وبالرغم من طرح الموضوع على مجلس الوزراء إلا أن المجلس لم يناقش تلك الموضوعات وفي ناير عام 2003 عندما نشرت الحكومة خططها للوضع في العراق بعد الحرب كانت تشير إلى أن الإدارة العراقية يجب أن تكون بقيادة الأمم المتحدة وبحلول مارس 2003 بعد العجز عن إقناع الأمم المتحدة بإدارة من ذلك النوع حددت الحكومة العراقية هدفا أقل أهمية وهي المشاركة مع الولايات المتحدة في حكم إداري مؤقت عندما بدأ الغزو كانت سياسة بريطانيا تعتمد إلى الافتراض بأن العملية مخولة من الولايات المتحدة في بيئة غير خطيرة نسبيا وقال سيد بلير إن المصاعب التي تمت مواجهتها في العراق بعد الغزو لم يكن من الممكن توقعها من قبل لا نوافق على أن ذلك كان صحيحا فإن إيران ومواصلتها لدعم مصالحها وزعزعت الاستقرار في المنطقة وأعمال القاعدة في العراق كان قد تم تحديدها قبل الغزو الوزراء كانوا على دراية بالنواقص في خطط الولايات المتحدة وعدم مقدرة الحكومة البريطانية على ممارسة النفوذ الكافي على الولايات المتحدة السيد بلير نجح فقط في الهدف الضيق المتمثل في إقناع الرئيس بوش على الموافقة على موافقة الأمم المتحدة على دور الحكم العراقي فيما بعد لكنه لم يضمن أن هناك خطة مرنة لها الموارد الكافية للجمع بين المساهمتين المدنية والعسكرية والتصدي للمخاطر المعروفة هذا الإخفاق في التغطيط والاستعداد كان له سلبيات فيما بعد الغزو وهذا يقودني إلى إخفاقات الحكومة القوات العسكرية شنت حملة عسكرية ناجحة فاستولت على البصرة وساهمت في الإطاحة بصدام حسين وسقوط بغداد في أقل من شهر الجنود البريطانيون والمدنيون الذين تم إرسالهم إلى العراق أبدوا شجاعة فائقة في وجه مخاطر عظيمة وهم يستحقون شكرنا واحترامنا أكثر من 200 مواطن بريطاني قتلوا بسبب النزاع في العراق والكثيرون أصيبوا بجروح وهذا سبب الألم الفضيع لعدد من الأسر بما فيها الأسر الموجودة معنا اليوم إن الغزو وما تلاه من عدام الاستقرار أدى إلى وفاة 150 ألف عراقين على الأقل بحلول 2009 وربما عدد أكبر ومعظمهم من المدنيين أكثر من مليون شخص نزحوا الشعب العراقي عانى معاناة كبيرة إن الرؤية للعراق والشعب العراقي كما صدرت عن الولايات المتحدة وبريطانيا والبرتغال وإسبانيا في عام 2003 تضمنت التزاما كبيرا بمساعدة الشعب العراقي على بناء دولة تنعم بالسلام في الداخل وبالسلام مع الدول المجاورة حيث يتمتع العراقيون بالأمن والحرية والازدهار والمساواة وتأسيس حكومة تعتمد على حكم القانون كحجر زاوية للديمقراطية لقد ألقينا نظرة على الفترة التي تلت الحرب في العراق بتفصيل واسعة بما في ذلك الجهود لإعادة إعمار البلاد وإعادة بناء أجهزة المخابرات ولا يمكنني في هذا البيان القصير إلا أن أعرض إلى عدد محدود من النقاط بعد الغزف الولايات المتحدة وبريطانيا أصبحت دولتين محتلتين للعراق وتم حكم العراق بالسلطة المؤقتة لقوات الغزف ولكن هذا لم يكن له تأثير على السياسات آنذاك الاستعدادات الحكومية لم تأخذ بعين الاعتبار الأعمال الضخمة المتمثلة في تحقيق الاستقرار للعراق وإعادة إعماره وتنفيذ المسؤوليات التي تعود إلى المملكة المتحدة إن بريطانيا تحملت مسؤولية خاصة عن أربعة أقاليم في الجنوب الشرقي للعراق ولكن دون قرار وزاري ودون ضمان وجود القدرات العسكرية والمدنية اللازمة للوفاء بتلك الالتزامات بما في ذلك تأمين الأمن إن حجم الجهود البريطانية في العراق بعد الغزو لم ترقى إلى مستوى التحديات الدوائر الحكومية والوزراء لم يبدل الجهد اللازم في ذلك الإطار ولذلك فإن الحل الوحيد كان خفض عدد القوات البريطانية في العراق الأوضاع الأمنية في بغداد وجنوب شرق العراق بدأت بالتدهور بعد فترة وجيزة من الغزو خلصنا إلى أن وزارة الدفاع كانت بطيئة في التصدي لتلك التهديدات من العبوات الناسفة محلية الصنع وتقديم الآليات المدرعة إلى حد بعيد لم يكن واضحاً أي دائرة داخل وزارة الدفاع كانت مسؤولة عن تلك النواقص وتحديد الفجوات في تلك القدرات من 2006 القوات العسكرية كانت تشن حملتين متواصلتين في العراق وأفغانستان لم تكن لديها الموارد الكافية للمشاركة في هذين الحربين ولذلك فإن الوضع في العراق تأثر بمطالب الحملة في أفغانستان مثلاً نشر القوات البريطانية في أفغانستان كان له وقع كبير على توفير المعدات الضرورية في العراق خاصة المروحيات والآليات اللازمة لجمع المعلومات الاستخباراتية والاستكشاف بحلول 2007 لم تتمكن القوات البريطانية من تأدية واجبها على النحو المطلوب كان هذا مدعاة للعار لكن بريطانيا توصلت إلى اتفاق مع ميليشيا كانت تستهدف القوات البريطانية هذا التحالف كان يعتبر أفضل خيار الدور العسكري البريطاني في العراق انتهت بحالة بعيدة كثيرة عن النجاح حاولنا النظر في أعمال الحكومة في العراق بطريقة محايدة وموضوعية وهذا تدخل عسكري لم يتحقق له النجاح وعواقبه لا تزال أمامنا اليوم إن تقرير اللجنة صادر بإجماع زميع أعضاء اللجنة العمل العسكري ربما كان ضروريا في مرحلة ما ولكن في مارس عام 2003 لم يكن هناك تهديد وشيك من صدام حسين استراتيجية الاحتواء كان بالإمكان تطويرها ومواصلتها لزمن ما أغلبية مجلس الأمن أيدت استمرار عمليات التفتيش والرصد الدولية التدخل العسكري في مكان آخر قد يكون مطلوبا في المستقبل والهدف الأساسي للجنة التحقيق هو تحديد الدروس التي يجب تلقنها من الخبرة في العراق هناك دروس عديدة مطروحة في التقرير بعضها معني بعلاقتنا مع حلفائنا خاصة الولايات المتحدة السيد بلار أفرط في تقييمه للعلاقة مع الولايات المتحدة العلاقة الأمريكية البريطانية أثبتت قوتها على مدى السنين ليكون هناك مجال للخلافات بين الحين والآخر حيث قد لا يتفق البلدان على بعض الأمور في بعض الأحيان ولذلك هناك حاجة إلى النقاشات الوزارية الجامعة وهناك حاجة لتقييم المخاطر وتحديد الاستراتيجية الكافية والتي يمكن تحقيقها وأيضا تنسيق العمليات في جميع الدوائر الحكومية وهذا من شأنه أن يضمن أن الذراعين العسكري والمدني في الحكومة مجهزان للقيام بأعمالهما وفوق كل شيء يجب أن يتم تقييم ونقاش نتائج أي تدخل وعند التوصل إلى قرار ما يجب تنفيذه تماما ولسوء الحظ هذا لم يحدث بالنسبة للأعمال البريطانية في العراق في الختام أود أن أتواجه بالشكر إلى زملائي وإلى مستشارينا وإلى السكرتارية للجنة التحقيق لالتزام الجميع في هذا العمل الشاق وأود أن أشيد بالمؤرخ الذي توفي العام الماضي والذي أسهم في عملنا إلى أن عانى المرض في عام 2012 لقد فقدناه كزميل وصديق شكرا لكم كان هذا ملخص تقرير أدل به سير جون تشيلكوت بعد سبع سنوات من انتظار هذا التقرير نتائج هذا التقرير كما خلص إليها سير جون سننقشها بعد دقائق مع مرسلنا الموجود هناك عصامة كرماوي لكن في هذه اللحظة ينضم إليه هنا في الستوديو ضيفي هنا معي في هذه اللحظة هنا في الستوديو ينضم إليه الأستاذ صباح المختار أستاذ صباح قانونيا ما خلص إليه هذا التقرير وكما أدل به سير جون له أكثر من جانب الجانب الأول له علاقة بالمعلومات الاستخباراتية أسلحة الضمار الشامل القرار الداخلي والدعم الدولي من وجهة النظر القانونية ما أدل به اليوم هل هو مفاجأة قانونية للحكومة البريطانية لمجلس العموم ولا هو فقط لاستخلاص العبر كما قدم لهذا التقرير أولا أعتقد من المبكر أن يصدر الإنسان رأي في هذا الشأن لأننا نستمعنا فقط إلى خلاصة قصيرة لتقرير فيه مليونين وستمائة كلمة 12 جزء الملخص له 150 صفحة وبالتالي من الصعب لكن كفكرة عامة أعتقد أن هذا التقرير ينم على يعني على الأقل الجانب اللي استمعنا إلى هو جانب من الرياء والنفاق السياسي البريطاني لدينا حالة أن شخص تولى مسؤولية أدى إلى وفاة 179 جندي بريطاني ليس لحماية التاج ولا بريطانيا وإنما لاتفاقه مع رئيس دولة أخرى أدى إلى مقتل ما لا يقل عن مليون عراقي نتيجة لذلك وكل الذي نتحدث عنه هو كيفية اتخاذ هذا القرار ما هي النقاط التي يمكن الاستفادة منها وبالتالي هذه إشارة إلى أن الإنسان يمكن أن يرتكب جريمة بهذا الحجم دون أن يسأل عنها جنائيا بالرغم من أن سارجون تشلكوت أشار في البداية قال أن القرارات التي توصلنا إليها يجب البت بها من قبل المحكمة أي أنه فتح المجال في هذا الشأن لاتخاذ قد يرى على الأقل عوائل الجنود الذين توفوا أن هناك قرار خاطئ وإشار سارجون إلى كافة الأخطاء في كيفية اتخاذ القرار أشار إلى التحايل على اتخاذ القرار كيف يطلب من المدعي العام سارج جولد سميث أن يبدي التقرير وفي اليوم التالي يحاولون إخراجه بأن يقوم توني بلير بإعلان أن العراق لم يساعد المفتشين وبالتالي يتخذ القرار على أساس أن هذا الرأي هو الذي يجب الأخذ بنظر لها لكن حتى في هذه النقطة في الصباح هناك نقطتين الجانب الأول منه هو أن هناك مئتا مواطن بريطاني قتلوا في المعارك كما أشار سارجون للتو إضافة إلى الجرحة على الجانب الآخر هناك 150 ألف مواطن عراقي بحلول 2009 فقط وربما المزيد كما أشار هو وأكثر من مليون نازح وبالتالي هناك مجموعتين من المدعين بالحق المدعيين إذا مصح التعبير في الداخل البريطاني هل يمكن لأي من المواطنين البريطانيين أن يستندوا إلى هذا التقرير في تقديم دعاوة مثلا على أساسها أن المعلومات الاستخباراتية التي قدمت آنذاك للحكومة البريطانية لم تكن علومات كافية لم تؤدي إلى نتائج صحيحة وبالتالي يمكنهم أن يدعوهم سواء على توني بلير أو على الحكومة البريطانية أو على صناع القرار هناك عدد من المحامين حاليا في بريطانيا سيدرسون هذا الأمر وهناك التفكير أصلا من حيث المبدأ أن هناك على الأقل خطوتان الخطوة الأولى أن تكون هناك أدلة كافية ظاهريا بأن يطلب إلى الادعاء العام بالقيام بالتحقيق العدلي لأن هذا تحقيق كان عام public inquiry المطلوب هو judicial inquiry هذا الخط الذي يسير في اتجاه الجانب الجنائي في الجانب المدني بالنسبة للعوائل يستطيعون التقدم بهذا الادعاء باعتبار أن بريطاني أو العراقية نحن هنا نتحدث عن الضحايا البريطانية بالتأكيد وسأأتي إلى جانب العراقي بالنسبة للبريطانيين يستطيعون تحريك الدعوة باعتبار أن القرار لم يكن صائبا لم يكن سليما في اتخاذه كان ترتبط به كثير من أكاذيب وحتى ما تعهد به والتزم به لم يجري القيام بذلك وبالتالي هناك خطأ من الحكومة عليها أن تستجيب إلى التعويضاء فيما يتعلق بالعراقي حل توقفنا عند هذه النقطة بس لحظة لنستمع إلى مرسلنا عصام أكرموي موجود في وسط لندن لينقل لنا الأجواء بعد أن أدلي بهذه الكلمة وأستاذ صباح وأستاذنا خاطتك أن تبقى معنا مشكورا لنتحول إلى نقطة المواطنين العراقيين الذين قضوا بسبب هذه الحرب عصام ماذا لديك أن تخبرنا بعد أن أدلي بهذا التقرير أو بنتائج خلاصاته معروف أن التقرير سينشر على موقع مخصص لهذا التقرير كتابة كله سيكون متاح للجمهور البريطاني والجمهور الدولي للإطلاع عليه نعم التقرير كما قرأ الملخص أو خلاصته اللورد نفسه هنا اليوم هو كان قد صرح أن هذا التقرير يهدف إلى عمرين وهما معرفة الملابسات التي أدت إلى الحرب في العراق وما حدث خلالها وبعدها وأيضا للإجابة على الأسئلة هناك أهالي الجنود البريطانيين الذين قتلوا في هذه الحرب 179 جنديا بريطانيا قتلوا يريدون أسئلة يريدون معرفة الحقائق ما الذي جرى وكيف أن أبنائهم ذهبوا إلى هذه الحرب وهل كان هناك تقصير من جهة الحكومة التي أرسلتهم إلى هناك هذا هو كان قد كشف أن التقرير لن يقدم إدانات هو سينتقد أداء وسيشرح ملابسات كثيرة أتمد التقرير على حوالي 150 ألف وثيقة واستغرق أداده حوالي سبع عوام لذلك هذا التقرير جاء بشكل مفصل ولكنه ضمن الصلاحية التي أطيت لالورد شيلكوت عندما قام بأداد هذا التقرير نعم أصام لافت هذا التجمع الذي وراءك هل له علاقة بما جرى من مجريات استمعنا إليها للتو خلاصة التقرير الذي أعلن عنه سير جون تشيلكوت هذا التجمع الموجود وراءنا هو موجود منذ ساعة الصباح الأولى من ما يسمى باقتلاف الاقتلاف ضد الحرب وهو اقتلاف بدأ عندما تم غزو أفغانستان بعد 11 سبتمبر يشارك الذين حضروا إلى هنا قرأوا أسماء ضحايا الضحايا الذين سقطوا في العراق من البريطانيين ومن العراقيين أيضا ونددت الكلمات التي تلي اتباعا ركزت على رئيس الوزراء الأسبق توني بلير الذي تتهمه بأنه مسؤول عن هذه الحرب وتطالب بتقديمه إلى المحكمة كمجرم حرب هذه النداءات التي نسمعها في الخلفية هنا وراءنا من هذه الجماعة حوالي 200 إلى 300 شخص حضروا إلى هنا منذ ساعات الصباح الباكر لإعراب عن غضبهم على هذه الحرب وما آلت إليه نعم عصام سنعود إليك بالتأكيد في سياق نشراتنا ومتابعاتنا الإخبارية على مدار اليوم أشكرك شكرا جزيلا زميلي عصامك تاماوي منه إلى زميلي أحمد ماهر مرسلنا في بغداد أحمد ما مدى الانتظار أو التتبع لنتائج هذا التقرير صحيح أنه منتظر هنا في بريطانيا منذ سبع سنوات لكن هناك مسؤولين عراقيين ستطالهم نتائج هذا التقرير بالتأكيد على اعتبار أنهم قدموا بعض معلومات الاستخباراتية التي استندت إليها الحكومة البريطانية في قرارها نعم رشا على المستوى الشعبي على المستوى الشارع لا يكترث العراقيون مطلقا بتقرير جون تشيلكت التقرير التحقيق البريطاني في الدور البريطاني في حرب العراق يقولون أن ذلك شأن داخلي وأن ما حدث حدث ولا يمكن إرجاع قرب الساعة إلى الوراء وهذا هو ملخص الرأي الشارع العراقي هم يقولون نحن الآن هم يعيشون واقعا مريرا على ضوء التفجيرات شبه اليومية تردي الخدمات الاجتماعية والاقتصادية هم لا يكترثون لهذا التقرير ولكن هم يرغبون هناك رغبة دفينة لرؤية جورج دابلي بوش الرئيس الأمريكي السابق وحليفه توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في قفص الاتهام هم يقولون بعضهم عندما تقولين لهم حرب العراق يعني هم لا يفهمون كثيرا التعقيدات المتعلقة بجون تشيلكت وهذا التحقيق الداخلي ولكن عندما تسأليهم عن حرب العراق بعد 13 عاما يقومون بمهاجمة جورج دابلي بوش ثم توني بلير إذا كانت هناك نتيجة حقيقية كما يقولون من هذا التقرير هم يريدون رؤية توني بلير وجورج دابلي بوش في قفص الاتهام لمحاكمتهما كما يقولون بارتكاب جرائم حرب هم يعتبرون أن هذين الشخصين هما المسؤولين الرئيسيين عن مآسي العراق لكن كما ذكرت أنت رشا وهي نقطة مهمة ماذا عن المسؤولين العراقيين الذين كانوا يعيشون في الخارج وكانوا يعرضون نظام صدام حسين وقاموا بتأييد هذه الحرب أيضا الشرع العراقي ممن تحدثنا معهم خلال الأيام الماضية يقولون أن هؤلاء السياسيين لعبوا دورا كبيرا أيضا في شن هذه الحرب ولكن هناك ترحيب عام بإزاحة صدام حسين وكانوا يطوقون إلى الحرية عندما تسأليهم يعترفون نعم هم كانوا يطوقون إلى الحرية أحدهم قال لي نحن كنا نشاهد في التلفاز صور صدام حسين كل يوم وقيادات العسكرية وحزب البعث كنا مكممين لا نستطيع أن نعبر عن آرائنا بحرية نهيكي عن العقوبات الاقتصادية التي شلت العراق ونهيكي أيضا عن كما يصفونه بالمغامرات صدام حسين العسكرية حرب إيران غزو الكويت لذا يعني مشاعر مختلطة في بغداد نعم أشكرك زميلي أحمد ماهر مراسل بي بي سي في بغداد شكرا جزيلا هذا سيقودني أولا بعد الترحيب بالدكتور مكرم خوري مخول الأكاديمية المختص بالإعلام السياسي منضمن إلينا هنا في الستوديو أهلا وسهلا بك دكتور مكرم إلى العودة للترحيب بالأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا والاعتذار لحضرتك على التقديم والتأخر في تقديم حضرتك في الفقرة الأولى شكرا على بقائك معي أستاذ صباح أستاذ صباح كنا نتحدث قبل مقاطعتك وأسف على ذلك عن العائلات العراقية التي أضيرت في الحرب في العراق من بدءها وحتى عام 2009 طبعا هيك عما بعد ذلك مترتبا عليه بالتبعية هل يمكن لهؤلاء التحرك بناء على هذا التقرير ولو في المحافل الدولية لأنه واضح أنه اليوم كان هناك ما يوحي بأنه ربما المحكمة الدولية محكمة الجنات أو غيرها يمكنها أن تحرك أو على الأقل تبت في أمور كهذا من الممكن دراسة هذه الأمور اللجوء إلى المحاكم أما المحكمة الجنات الدولية أو إلى المحاكم الوطنية ذات الإختصاص الدولي لأن هذه في كل الدول الأوروبية وفي خارج بريطانيا وأيضا إلى المحاكم البريطانية لأن تقرير تشيلتكوت الآن أعطى أدلة كافية أن هناك تقصير من قبل الحكومة وبالتالي هناك خطأ في اتخاذ القرار والنتائج معروفة وبالتالي هناك توفرت عوامل الخطأ وعامل النتيجة هذه أعلنها هذا التقرير المحايد ستكون أساسا أو قد تصلح أساسا للبدء بالتحرك القضائي في داخل العراق في بريطانيا وفي خارج البلدين على المستوى الدولي سواء كان في القضاء الوطني ذلك الإختصاص الدولي يعني مثلا في فرنسا أو ألمانيا أو غيرها ضد توني بلير وضد المسؤولين لأن التقرير بالتأكيد سيشير إلى آخرين بالإضافة إلى السيد توني بلير هناك أسس كافية للتحرك القضائي قد تنجح تلك الأمور أو لا ولكن المشكلة الرئيسية بالنسبة إلى العراق أن الحكومة الموجودة الآن في بغداد هي الحكومة التي جاء بها الاحتلال وبالتالي من غير المعقول أن تقوم هذه الحكومة باتخاذ إجراءات ضد السلطة التي جاءت بهم إلى الحكم والعراق تمثله الحكومة وليس الأفراء نعم دكتور مكرم أهلا وسهلا بك جماعات الضغط ورأينا منها عينة خلف زميلي صامع كريماوي خصوصا جماعة المناهضة للحرب وجماعة عاملة وفاعلة وناشطة جدا في بريطانيا وفي أوروبا في الولايات المتحدة إلى أي مدى هي ساهمت فيما وصلنا إليه اليوم والديمقراطية البريطانية ربما أخذت مصارها بالوصول منذ سبع سنوات وحتى اليوم إلى مخرجات هذا التقرير كل من تابع ولربما شارك في المظاهرات ضد الحرب على العراق وكنت واحد من هؤلاء يعرف تماما الصعوبة الجمة التي جابهت كل من عارض الحرب ضد آلية الحرب التي هي جهاز دولة أعني هنا الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة بلير وحكومة بلير في النهاية فعلت ما أرده بلير وليس ما أرده الشعب البريطاني واعتقاده هو أنه لم نكن لنصل إلى إجراء هذا إلى هذا الإجراء وإصدار هذا التقرير أو تقرير لجنة التحقيق في الحرب على العراق لو لا مجموعة الضغط الكبيرة محليا ودوليا إذن هذا من هذه الناحية إنجاز إلا أننا يجب أن نفرق أن هذا التقرير هو ليس بقرار محكمة وما يقال هنا عن التقرير الذي لدي الآن أشاهد التقرير بشكل مباشر وكنت أبحث عن ما يجري هنا وسوفيكم حاليا بعدة نقاط لكن الموضوع هو هنا هل نحن في تعلم دروس واستخلاص العبر من ناحية واحدة أم نحن في صدد وجود أو لربما البحث عن من يتحمل المسؤولية وإذا كان هناك من يجب أن يتحمل المسؤولية إذن ما هو العقاب لأن غالبية مجموعات الضغط والشعب في بريطانيا الذي عارض بغالبيته الحرب ضد العراق كما الشعب العراقي نفسه يريد أن يعرف من هو الذي سيضع لربما في المحكمة والربما في محكمة الجنايات والسؤال الأكبر هو هل ستكون هناك إمكانية لجلب توني بلير رئيس حزب العمال السابق والحكومة البريطانية السابق هل يمكن أن يتم جلبه إلى محكمة الجنايات الدولية في الهيك هذا هو السؤال الكبير وهناك أيضا جانب آخر وهو التعويض أولئك الذين ماتوا واستشهدوا وإلى آخره يعني مثل ما نقول في العربية للأسف الشديد وبألم راحة عليهم لكن هناك مجال للتعويض المادي والتعويض النفسي وهذه مسألة كبيرة جدا لم ندخل على الإطلاق موضوع الضرر النفسي إضافة إلى الفيزياء والأثري في الجهاز السياسي الذي حصل للعراق كدولة سليمة قبل الاحتلال نعم أستاذ صباح لماذا قد يقدم من قدمت إليه المعلومات الاستخباراتية واستند إليها وهو ليس أهل خبرة تقنية ولا يبحث من كل ما استمعنا إليه واضح أن الحديث في جله يعتمد على أن المعلومات الاستخباراتية التي قدمت لم تكن كافية أو لم تكن صحيحة أو كانت مخطئة وبالتالي لماذا يعاب على المستدل ولا يعاب على من قدم الاستدلال لأن هناك قاعدة تتحدث عن المباشر والمتسبب أي أنه إذا أنا كنت أسوق بالسيارة وجاءت سيارة دفعتني من الطريق وأنا الذي قتلت الشخص أنا المسؤول أكثر من الشخص الذي تسبب في ذلك من اتخذ القرار هو السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية لم تتخذ القرار حتى وفق قواعدها يعني رئيس الوزراء عزل مجلس الوزراء لم يعطيهم المعلومات كان غير صادق في ذلك وبالتالي المسؤولية تقع بدون أدنى شك على المباشر أي الذي سبب هذه الأضرار بالنسبة إلى موضوع الحكومة البريطانية لديها التزام تجاه العراقيين بالتعويض لأنها كما ذكرت تقرير أنه بريطانيا وأمريكا وإسبانيا والدول الأخرى أعلنوا مسؤوليتهم عن إعادة بناء العراق فبالنسبة إلى التعويضات العراقية منصوص عليها بالقرارات التي اتخذتها هذه الدول أما فيما يتعلق بموضوع الاختباء خلف المعلومات غير مبرر وغير كافر على أي حال هناك الآن متابع لردود فعل أهالي القتلى الذين سقطوا في الحرب على العراق من البريطانيين نتحول إلى كلمة يلقيها عدد من هؤلاء طبعا نشعر بالحزن عندما تأكد أن أحباء الأسر قتلوا دون غاية أو هدف في الأيام والأسابيع المقبلة تعتزم الأسر إلقاء نظرة مفصلة على التقرير وإذا ثبت أن المسؤولين الحكوميين اتخذوا الإجراءات الخاطئة فإن الأسر قد تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة وسوف ننظر في جميع الخيارات المتاحة بالإضافة إلى مسؤولية أفراد بعينهم يجب أيضا أن نلقي على عملية اتخاذ القرار حتى لا نرتكب أخطاء لها عواقب وخيمة على مدى طويل في المستقبل سؤال إنك تتحدث عن مسؤولين حكوميين هل لك بعد أن قرأتم خلاصة التقرير هل لك أن تحدد بعض هؤلاء المسؤولين طبعا قرأنا الخلاصة فقط لم نقرأ التقرير بأكمله لم يكن الوقت كافيا لذلك ولذلك لست أنا في وضع يمكنني الآن من ذكر الأسماء باستثناء رئيس الوزراء السابق توني بلار الذي طبعا يذكر بالاسم في التقرير ومن الواضح أيضا أن هناك أسماء أخرى هل مات ابنك دون فائدة عندما ألقي نظرة على صور التلفزيون من العراق وعن مقتل 250 شخصا يوم الأحد فأقول إن ابني قتل دون فائدة ترجاء أود أن أسألكم عما تحملون المسؤولية وهل يمكن مواجهة ذلك الرجل لا يمكنني القول الآن ولذلك يجب أن نجري تقييما مفصلا لما يحدث يجب أن يكون هناك تحليل دقيق ومفصل وهذا يستغرق وقتا ما ولا يمكن الرد على تلك الأسئلة الآن لقد حصلنا على تقرير اليوم وفي الأيام والأسابيع المقبلة ستتخذ الأسر قرارها بشأن الخطوات المقبلة هل يانسل السيدتين عن عواطفهما اليوم أعتقد اليوم أنه لا يمكنني أن أضيف إلى ما قيل طبعا ما تم تأكيده اليوم أثار عواطفنا الجياشة بالنسبة لأشعر بالغضب فقد عملت فترة طويلة لأتغلب على هذه المشكلة ولكن ني علمت أن شقيقي قتل وأن هناك إرهابيا واحدا في العالم اليوم وهو توني بلير هو أسوأ إرهابيا في العالم ما هي التغيرات التي يجب اتخاذها عمليا بالنسبة لهذا التقرير بالنسبة لهذا التقرير يعني أن على الحكومة نفسها أن تلقي نظرة على نفسها لتغير السبل التي تتخذ فيها قراراتها هذا يجب أن لا يحدث مرة أخرى على الإطلاق ويجب أن ندخل التغيرات اللازمة لتحقيق ذلك ولكن هذا أمر صعب وربما ربما يؤدي مقاضات بعض الأشخاص وتعريضهم للعقوبات قد يحفز الحكومة على تغيير طريقة عملها هناك نواقص في عمل الحكومة هذا كان واضح بالنسبة لاتخاذ قرار بشن الحرب هذه وصوة العار على العالم بكله وهذا سيتردد في شتى أنحاء العالم على الحكومة تدرك أن المواطنيين لهم صوت وأصواتنا يجب أن تسمع